السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخباركم يا رب تكونوا بخير اليوم ان شاء الله المحاضرة تمنا في التحكم اليوم ان شاء الله هنتكلم على شابتر جديد اسمه بعد ما خلصنا الموديلينج وخلصنا وحصلت على الترانسفير فونكشن في النهاية حصلت على الترانسفير فونكشن الي عبارة عن حاصل اسمه الخارج اليوم مثالا واليكن الواي اوف اس على الدخل الى هو اليو اوف اس دي الترانسفير الفونكشن الي انا حصلت علي ولكن بعد ما حصلت على الترانسفير فونكشن هو السيستم ده هل هو سيستم مستقره ولا السيستم غير مستقره. سلوك السيستم دة مع زيما نعمل خلال . يعني ايه ؟ يعني دلوقتي انا لما حصلت على شكل الخارج أو علاقة الخارج مع الدخل لو دي منظومة موجودة لسيستم Y شكل Time Response بتاع السيستم ده يبقى عامل ازاي يعني شكل ال Y of T لما يجي أرسمها مع الزمن شكل ال Y of T مع الزمن الخارج ده يبقى شكله عامل ازاي طب وده ههمني في ايه هو أقصى طموحي ان أنا بعد ما أحصل على Transfer Function ان أنا أحصل على ما يسمى Time Response وده منطقة جدا دلوقتي لو انت رايح تشتري سي مثلا سخان ماء وعندك ثلاثة اربع انواع من السخنات هتشتري مين فيهم او هتقارن ما بينهم بناء علي واحد يقول لك أنا هقارن بناء على السعر واحد يقول لك لا أنا هقارن بناء على الشركة طب لو اتفقنا ان هم كلهم مثلا نفس السعر ومن شركات مختلفة انا يهمني اول حاجة الزمن هل ان لما شغل سخان الماء عشان يقوم بعملية التسخين هل هقعد ثلاث ساعات كده على بال ما يسخن ولا العملية هتتم بسرعة وهقعد ربع ساعة او عشر دقايق او نص ساعة والعملية والتسخين هيتم وبالتالي يهمني جدا حتة Time Response في دراسة السيستم هلا وانا شارع عربية هل عملية الأكسيدريشن بتاعها من 0 ل100 كيلو هل هتطلع في 5 ثواني ولا في 20 ثانية ولا في 13 ثانية كل دا يهمني كا تايم رسبونس سلوك هذا السيستم مع الزمن طيب ازاي احصل على سلوك السيستم ده مع الزمن وانا جبت الترانسفير فانكشن اللي عبارة على حاصل اسمة الخارج على الدخل لو فرضت من هنا ان انا جبت معادلة الخارج فمعادلة الخارج هتطلع بتساوي الترانسفير فانكشن مضروبة في معادلة الدخل لو انا عندي الترانسفير فانكشن وعندي الداخل فانا هضرب الاثنين في بعض فانا جبت الواي اوف اس وبعد بجيب الواي اوف اس هحصل ليها على لابلاز انفرس فانا هحصل على الواي اوف تي طيب ما انت عشين تجيبي الواي اوف تي ترانسفير فانكشن دي انا هحصل عليها اما هتبقى جيفين فانا هتبقى عندي مشكلة موجودة قالة وهي اليو اوف اس طيب اليو اوف اس دي هتبقى عبارة عن ازاي قال والله تعالى نتكلم على types of inputs types of inputs اللي هي اشهر انواع ال inputs اللي بتبقى موجودة في control system اول نوع من انواع ال inputs وده اللي احنا بنسميه unit step function unit step function ده اول نوع من انواع ال inputs الاشكال المعروفة و ال unit step function بيبقى ال input وليكن اللي اسمه يو قيمته بواح قيمة ثابتة قيمتها بواح بس طبعا احنا ما عندناش دوما قيمة ثابتة في control فاي input لازم يبقى دلة مع الزمن فالواحد دي احنا بنكتوبها u small of t اللي هي unit step of t يعني هي اتصابتة فلان ان ال u هي نفس المسامة ال u ولكن هي بنسميها unit step دي لو انا جيتها نسمي شكلها مع الزمن لو ده ال time وده ال u of t فهي بتبقى عبارة عن قيمتها بواحة ثابتة قبل time zero السالب مش موجودة وموجودة بعد الواحة طيب هو فيه input في الدنيا بيبقى دايما unit step a بس مش دايما يبقى بواحد ممكن يبقى بأي قيمة ودي اللي احنا بنسميها step function step function بتبقى u of t بتبقى بتساوي اي قيمة وليكن ايه في u of t اي قيمة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة وهكذا طب دي زي ايه دي زي بالظبط كده لما تيجي تقول للمطور انا عايز اتحكم في عدد لفاتك الف لفة في الدقيقة يعني الف لفة في الدقيقة دي ليها step function لما تيجي تقول للتكيف انا عايز درجة الحرارة مثلا خمسين درجة او مثلا 23 درجة ما دي اللي احنا بنسميها step function ده شكل ال input اللي هو بطبيعة الحال زي ما اتفقنا بكده that desired output ده الخارج اللي انا عايزه من السيستم في الواقع ال input اللي انت بتديه للسيستم هو ده الخارج اللي انت عايز تحصل عليه فلما تيجي تقول له انا عايز مثلا درجة الحرارة عشرين يبقى دي في الحقيقة انت عايز للخارجة العشرين درجة وبالتالي فال step function ده الخارج اللي انت عايز توصل ليه السيستم ويبضل ثابت عندك طيب انا عايز هنا u of s مش عايز u of t اه خلاص لو انا هحصل على u of s والله لو كانت commitها بواحد هتبقى بواحد على s ولو كانت commitها بستف فونكشن هتبقى بال e على s خلاص تماما باول شكل من انواع ال input الشكل التاني من انواع ال input وده اللي احنا بنسميه unit ramp والunit ramp بياخد هذا الشكل لو ده شكل t وده شكل u of t فهو بيبقى طالع واخد هذا الشكل خط ميلو واحد بتبقى u of t في الحالة دي هو ثابت قمت و t بتبقى قيمة مضطاردة دايما ثابتة مع الزمن طيب وده زي ما تكون انت عايز c مثلا عايز سرعة العربية تتغير بسرعة ثابتة على فترات زمنية ثابت يعني مثلا بعد الثانية تبقى 10 كيلو في الساعة بعد ثانيتين بقى 20 كيلو في الساعة بعد ثلاث ثواني بقى 30 كيلو في الساعة او انت عايز مثلا درجة الحرارة تزيد بسرعة مضطاردة مش عايز درجة الحرارة ثابتة ده انت عايز درجة الحرارة تزيد بسرعة مضطاردة فده شكل لو انت عايز الخارجي يكون بهذا الشكل فده شكل الامبوت اللي موجوب طبعا unit ramp على اساس ان الميل بتاعها بواحد وفي الحالة دي لو انا حاجرت اجيب u of s فهيطلع واحد على s terry ولو انا حاجب بيت اجيب u of t بنسميها a t وده في الحقيقة بنسميها ramp function وفي الحالة دي u of s هتطلع بتساوي a مقسومة على s terry طيب تعالى نشوف الامبوت الامبوت التالت الامبوت التالت وده اللي احنا بنسميه parabula function وده اللي بيبقى الشكل عامل هذا الشكل t وده u of t وبيبقى طالع مثلا c واخد هذا الشكل هو طبعا مش خط منحنة بيبقى له mail لا هو بيبقى واخد هذا الشكل حيث u of t في الحالة دي هتطلع بتساوي a t square دي بيسموها unit parabula على اعتبار ان كوفيشنت بتاعها بيبقى بواحد ده مثلا عايز السرعة تاخد هزا الشكل لو انت عايز روبوت وعايز acceleration بتاعته بتاخد هزا الشكل فده على حسب ال response اللي انت عايزه فبيبقى ده شكل الامبوت المنبوت في الحالة دي u of s هيبقى مضروب 2 اللي هو 2 على s plus 1 ولو احنا عندنا u of s بتساوي a مضروبة في التي تربية ففي الحالة دي u of s هتبقى 2 a الكلام ده مقسوم على s تكاين ده شكل الامبوت باتتصار لو انا حبيت استخدمه طيب بناء على ذلك لو انا حبيت استخدم هزي المنظومة تعالوا ناخد بعض الامثلة ونشوف هنحل زي قبل ما ناخد قبل الامثلة هنبدأ نتكلم على transfer function order يعني ايه transfer function order دلوقتي انا حصلت على transfer function اللي عبارة عن حاصل اسمة الخارج على الداخل u of s على y of s طبعا على مدار الامثلة اللي فاتت كان شوية ارقام بقى حسب الاسات اللي كانت موجودة لو فردت مثلا انها تطلع ايه على اس زائد بي دي ابسط صورة مختصرة للترانسفير فانكشن هي ايه على اس زائد بي بناء على اعلى 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 order للس في المقام اعلى order اللي هو اعلى اس للس في المقام فدي اللي احنا بنسميها order بتاع هذه المنظومة يعني اعلى اس هنا بواحد فبنسمي transfer function دي دي transfer function من الدرجة الاولى first order لان اعلى اس للس في المقام بواحد طب لو كانت ايه مثلا على اس زائد بي او اس زائد مثلا اي حاجة اس زائد ايه في اس زائد بي طيب هو اعلى order للس هنا قد ايه هو ان لو ضربت يدي في دي هتبقى اس تربية يعني اعلى اس للس في المقام هنا اس تربية فبنسميها second order system انه دي من النظومة من الدرجة التانية ولو كان اعلى اس اس تكعيب فدي هتبقى مثلا third order system طب اس تكعيب دي هتبقى ازايه هتبقى مثلا اس في اس زائد اثنين في اس زائد ثلاثة بغض النظر مثلا عن شكل البسط وبالتالي بناء على اعلى اعلى اس للس في المقام دي اللي احنا بنسميها الorder بتاع هذه المنظومة فالمنظومة دي من first order او second order او third order طيب عشان بقى اجيب انا transfer function خلاص فدي هتبقى جبن يا اما نتجة من معادلة مسألة قبل كده هتبقى دي نتجة نهائي يا اما هتبقى جبن موجولة في مسألة بحيس ان انا هبقى مديك transfer function وعشان تحل المسألة فانت لازم يبقى عندك transfer function وعندك شكل ال input كواحد من الثلاثة اللي احنا لسه متكلمين عنين طيب هعمل ايه هبدأ اجيب ال y of s هضرب transfer function في u of s واجيب labless inverse وابدأ شوف شكل المنظومة هيبقى عامل ازاي تعالوا ناخد مسألة متكاملة ونشوف هنحلها ازاي مسألة زي دي y of s على u of s بتساوي 5 على s زائد ثلاثة والله لو كان ال input unit step ارسم time response بتاعت هذه المنظوم unit step يعني ايه يعني u of s commitها بواحد اللي بنسميها u of t commitها بواحد ومنها u of s الاساسية هتطلع عبارة عن 1 على s يعني اقدر اقول من هنا ان y of s كمعدلة هتساوي 5 على s زائد ثلاثة الكلام ده مضروف في 1 على s يعني اللي هي 5 على s في s زائد ثلاثة يبقى انا لما transfer function عندي هنا كانت first order لان اعلى قصة للس بواحد هي في النهاية تحولت الى s في s زائد ثلاثة وبسطة يبقى في 5 وده نتيجة لان ضربنا في اليوم اللي مقبول طيب عايز بقى اجيب لي دي time response طب وانا عشان اجيب لي دي time response يعني لازم تي تبقى في صورة t طب هجيبها في صورة t ازاي يبقى دي هجيب ونرجع بقى لحل المعادلة اللي هو الجزء الاولاني اللي كنا شرحناه في المنهج وانا هنحتاجه تاني بعد كده ازاي ان انا حاول المسألة من صورة ال s الى صورة t طبعا مسألة زادية عشان تتحول فهو ما في قوسين مضربين تتفع تحت في المقام فده ما ينفعش فلازم هتتحول الى cos على s cos على s زائد ثلاثة واستخدم طريقة هشيل ال s وحط ال s بصفر هتبقى صفر يبقى البسط هنا هيبقى عبارة عن 5 على ثلاثة هشيل ال s وحط سالب ثلاثة يبقى دي هتبقى سالب خمسة على ثلاثة سالب خمسة على ثلاثة شرع ال ber solve جد شرع ال y سالب خمسة على ثلاثة على s سالب ثلاثة اضاع 0 وادي هو الطريقة الطبيعية للحل ان انا اخد مجموعة من النقط احط التيب زيرو تي واسم بواحد بعشرة بمية بالف بمالة نهاية واجب شوية نقط ورسل ولكن نتيجة ان احنا بنرسم بدون سكيل او بنرسم رسومات تقربية فالموضوع يبقى بسيط يعني انا هروح اجرب مسلا عند الواي اوف زيرو واجرب عند الواي اوف مالة نهاية لو حطيت التيب زيرو الكرم سوريد موجب لانوابن اوف التقل الموضوع المage هتبقى سالب خمسة على ثلاثة زاغية خمسة على ثلاثة يبقى دي هتطلعلي صفر لو حطيت التيب مالة نهاية اي اوف ثالب مالة نهاية بزيرو زيرو في مقدارة زيرو يبقى هتطلعلي بانВотزرى بتبقى خمسة على ثلاثة يبقى لعنده زيرو هتبقى قمتها بزيرو وعند المالة نهاية هنوصل لخمسة على ثلاثة. وبالتالي يبقى الجراف ده هيبقى طالع بالشكل ده. هو مش هيطلع خط مستقيم هي دي البداية ودي النهاية وهيطلع فيطلع بالشكل ده. يبقى ده شكل تقريبي للتايم ريزبونس. لو فرضنا بقى ان تايم ريزبونس ده درجة الحرارة يبقى انا عندي صورة كاملة لدرجة الحرارة بتاعت المنظومة دي بتتغير ازاي? يبقى انا اقدر اقدر اقول لك بعد ساعتين درجة الحرارة تصل لكام. لو دي صورة السرعة او تزايد السرعة يبقى انا اقدر اقول لك بعد خمس دقيق سرعة العربية هتوصل لمقدار قد قيد. وبالتالي الرؤية الكاملة للتايم ريزبونس بالنسبة لي فده هيطح لي ان انا اعرف شكل ريزبونس السيستم او المنظومة هتبقى شغالة ازاي? طيب تعالي ناخد مسألة جميع. مسألة والسبعة تانية يعني يوぉف يو ٥ amazing hier تطلب احد جميع 1 ع tortoise تطلب احدا ٧ service by T الضحة tre بالتالي يوفk سحتطلع بتساوي واحد على اس تربيع زر يعني الوواي اوف d استاوي خمسة على اس تربيع في الس tienes اضافة التربيع عشان تتحالي يبقى لازم نريد لها برشال فركشن ستبقى ثابت اسمه ايه على اس زاد ثابت اسمه بيه على اس تربيع زاد ثابت اسمه سيه على اس زائد الثلاث مو هل اس تربيع دي هتبقى اس و اس تربيع و اس زائد الثلاث هل فيك ايه ممكن تجي مباشرة او اس تربيع دي لو انا شلتاها وحطت صفر البي دي هتطلع بخمسة 5 على 3. والاس تربية دي لو انا شلت الاس زق 3 وحطت مكانها سالب 3 هتبقى 5 على 9 ودي هتطلع بتساوي 5 على 9. يبقى عشان اجيبي البي هشل الاس تربية وحط الصفرة تطلع 5 على 3. وعشان اجيبي السي هشل الاس زق 3 وحط مكانها سالب 3 تطلع 5 على 9. طب السابق اللي اسمه ايه? عمره ما هيجي بطريقة ستاندرد او طريقة الطريقة المباشرة فتثبت اللي اسمه ايه ده عشان يجي فده لازم يجي من خلال طريقة مقارنة المعملات. هتقرن المعملات ازاي? هتقرن المعملات من خلال اين? خمسة هتساوي الاي في الاس في اس زائد ثلاثة زائد البي في اس زائد آآ ثلاثة زائد السي في اس تربية. تمام. قد ضربت الطرفين في المقام فخمسة هتبقى الاس في اس زائد الثلاثة هتشيل واحدة ودي اس تربية هتروح مع الاس تربية واس زائد الثلاثة. انا عايز اجيبي الاي ما تلفش كتير. يبقى انا ادور على الكو افشنت بتاع الاس تربية. هنا مفيش. هنا هيبقى في الاي. هنا مفيش. وهنا هيبقى في السي. يعني من هنا الاي هتطلع بتساوي سالب خمسة على تسعة. يعني الواي اف اس اللي انت كنت عايز تبقى متها هتطلع بتساوي سالب خمسة على تسعة على اس. الكلام وهروح اعوض عن ال y of t اجيبها وبعد كده اجيب ال y عند الزيرو واجيب ال y عند المال نهي طب لو انا جيبت ال y of t دي هتطلع بتساوي سالب 5 على 9 ودي هتطلع 5 على 3 اس تربية اللي هي t ودي هتطلع 5 على 9 اي قس سالب 3t تقق سالب 5 على 9 على اس تربية اللي هي 5 على 3t و 5 على 9 طب ال y of 0 هحط ال t بصفر اي قس سفر بواحد خمسة على 9 خمسة على تسعة بصفر هحط ال t بمالة نهاية اي قس مالة نهاية بصفر 0 و نقص 5 على 9 بنقص 5 على 9 ودي بمالة نهاية بقى تطلع بمالة نهاية يبقى انا هبدأ بالصفر والمفروض فى المالة نهاية هروح للمالة نهاية يبقى انا المفروض لانا عند حدة مانية نهاية تقريبا مrament ال a من احنا بنبكة تقريبا ن انتبك بواجه ب Brux اقوم بذلك ان الخارج ven Derby خدت بالك في المسألة اللي فاتت ان الانبوت كان unit step خدت بالك في المسألة دي ان الانبوت unit step يعني المفروض طالع unit step بشكل ده طلع الخارج هو يقول لיות step يعني هو فيضل الماشي لحد ما وصل unit step خدت بالك ان الانبوت هنا unit ramp يعني المفروض طالع بهذا الشكل والخارج طالع متخارب معه فلازم الخارج يطلع مقارب لشكل الدخل تعالى بقى ناخد مسألة أكبر شوية ونشوف هنحلها ازاي مسألة تانية Y of S على U of S بتساوي 3S على S تربية زاد 2S زاد 3 وكان الامبوت يوني تستطيع طيب بيبقى ال Y of S هتطلع بتساوي 3S الكلام ده على S تربية زاد 2S زاد 3 الكلام ده مضروف في 1 على S طبعاً S هتروح مع ال S بقى 3 على S تربية زاد 2S زاد 3 ماشي هاتلي دي لابلس انفيرس طيب عشان اجيب لي دي لابلس انفيرس فالمقام ماينفعش فحاجة من 2 يا المقام يتحلل افرده القصين وعمل بارشال فراكشن واجيب لابلس انفيرس يا المقام مايتحللش وبالتالي اجيب له اكمال مرب طب S تربية زاد 2S زاد 3 ده هينفع يتحلل لا ده مينفعش يتحلل ده هيتعمله اكمال مربع فالY وفي S هتطلع بتساوي 3 على هتبقى S نقلنا هناخد نص ده بإشارته يبقى زاد 1 كل تربية زاد 3 نقص اللي انا ضفته بإشارته يبقى نقص 1 يعني دي هتطلع بتساوي 3 على S زاد 1 كل تربية الكلام ده زاد 2 ما المربع هتبقى S نص معامل ال S بإشارته نص اللي 2 بواحد وبعا كده زاد 3 نقص اللي انا ضفته مربعه يبقى نقص 1 هتطلع 3 على S زاد 1 كل تربية زاد 2 طيب دي ايه هي دي كده شبه الصين بس عشان تبقى شبه الصين يبقى لازم البص يكون فيها جزر 2 يعني هقدر أقول في النهاية ان ال Y وفي S هتطلع بتساوي 3 على جزر 2 مضروبة في جزر 2 على S زاد 1 وكل تربية الكلام ده زاد 2 طيب يعني ال Y وفي T هتطلع بتساوي كام هتطلع بتساوي 3 على جزر 2 هشيلي الاكس وينش هتبقى E أس سالب T مضروبة في صين جزر 2 يبقى ده كده الشكل العام بتاع ال Y of T هتطلع بهذا الشكل طيب نرسم يبقى دي الرسمة بتاعتي ده 0 وده ال Y of T وهبدأ أقوم بعملية الرسم طيب الطبيعي ان انا كنت بحط طيب صفر وطيب ما لا نهاية ايه بس اللي اختلف فينا عن بقية المسائل اللي فات ان دي فيها صين مش طيب صفر وطيب ما لا نهاية ده دي فيها صين وطالما فيها صين فشكل المسألة هيبدأ اختلف شوية اكيد يعني مش هينفع طيب صفر وطيب ما لا نهاية طيب انا هشرحها بالتفصيل ولكن بعد كده لما بتيجي احنا بنبقى عارفين رسمتها هتترسم ازاي يعني انا هشرحها اول مرة بالتفصيل لكن بعد كده الرسمة هقولك بنرسمها مرة واحدة ازاي انا هرسم الجزء ده الواحده وجزء الصين ده الواحده اعتقد جزء الصين لو انا رسمته هتطلع صين يعني هتطلع عاملة كده دي كده شكل الصين لو انا حبيت ارسمها هتطلع صين طبعية خالص طيب الى 3 على جزر 2 في اوس سالب تي دي برضو رسمتها مفيش فيها مشكلة لو انا جيت ارسم 3 على جزر 2 في اوس سالب تي لو انا حطيت التي بصفر اي قص صفر بواحد تطلع 3 على جزر 2 وانا حطيتها بما لا نهاية اي قص ناقص ما لا نهاية بصفر يبقى اي قص صفر بواحد يبقى انا هبدأ من 3 على جزر 2 والمفروض عند الاي قص ناقص ما لا نهاية بصفر يعني المفروض دي هتنزل كده ما هي اكس وننش هي مش هتنزل خط مستقي هي هتنزل اكس وننش انا عشان تنزل للصفر اضرب بقى انت الكيرف ده في الكيرف ده واشوف الناتج هتطلع ازاي عشان انا بقى اضرب الكيرف ده في الكيرف ده طيب هتضربه ازاي خلي بالك معي دي موجب موجب والصين موجب لو ضربت موجب في موجب هتطلع موجب يعني هي هتطلع شبه الصين كده بس مضروبة حسب الكيرف الناس نرى الحتة اللي فيها الصين سالب سالب في موجب هتطلع بسالب بس الفكتور اللي الصين بتضرب فيها اقل شوية وبالتالي هي هتطلع شبه الصين كده بس صغيرة شوية اقل من دي لان القيمة بتاعة الاكسبونينشة النزلت طيب هنا هنا موجب فموجب بموجب بس نتيجة لان الفكتور ده نزل اكتر فلما اجي اضرب الموجب ده في الصين هي هتديني قيمة اصغر من الاتنين اللي فاته لان الاكسبونينشة الكل شوية بينزم وبالتالي انا اقدر اللحظ الي قاتي ان هي الاشارة هتطلع شبه الصين لان هي كل مرة بتم عملية موجب فموجب فموجب موجب سالب وسالب موجب فموجب هتطلع شبه الصين ولكن نتيجة لانها اكسبونينشة بتتناقص كل شوية فالصين دي هتتناقص كل شوي ده بينزل فانا اضرف في خمسة بعد ده اضرف في ثلاثة ثلاثة بعد ده اضرف في اتنين بعد ده اضرف واحد ونصف في تسسعة عشرة في تمانية من عشرة فكل مرة الفاكتور هيئلة طيب هي هتطلع شبه الصين بس بيحصلها كل شوية قد تنويشن بيحصلها بمحضور طيب احنا بقى بنرسمها ازاي بنرسمها المحصلة النائية ان ادي رسم ايه اللي بقى لك بنرسمها كان ادي قادي الثلاثة على جزر اثنين وبقى مرايح رسم تحت سالب ثلاثة على جزر اثنين وكأنها سيمترك وقادي قادي المفروض للاكسبنين شاء لها تنزل كده لو عملت لها المراية هتطلع زيها كده ويبقى الصين ساعدتك هتطلع هي عبارة عن حاصل ضرب الاثنين في بعض هتطلع بالشكل أنا رسمت كل واحدة الوحيدة الأول عشان اجيبي القيم وبعد كده قلت لا ده هي هتطلع عشابه الصين بس كل شوية بيحصل لها التنويشن بتبدأ تقل لنتيجة لأن الاغسابونين شاء لدي بتقل فالشكل التخريبي لها فعلا هتطلع وكأن دي الاي وقوم عكسها وابدأ أمرسم الصين ما بينهم فتبدأ تطلع بالشكل ده طب دي كده معناها ايه دي كده معناها ان السيستم بتاعك ده ده لما بتديله يونت امبو تستب فالسيستم ده هيعاني من بعض الزبزبات الى ان يحصل اخماد للزبزبات دي هتبدأ تنتهي يعني ايه هيعاني من بعض الزبزبات يعني لو انت بتتحكم في سرعة مطور فالمطور ده هتبدأ فيه ريبلز في الحركة في البداية لحد ما السرعة دي تستقر لو انت بتتحكم في ضغط فالضغط ده هيبقى فيه ريبلز في البداية لحد ما استقر لو بتتحكم في سرعة عربية فسرعة العربية هتلاقيها مضطردة اذا عملها تزيد وتقل كده في ريبلز موجودة لحد ما السيستم يبدأ مالو يبدأ يستقر اللي عمل كده ايه؟ اللي عمل هنا طبيعة السيستم نفسه بالاضافة الى ان الونيت ستيب اللي انت بيدهوله لما طبيعة السيستم مع الونيت ستيب خلى السيستم يعاني من بعض الزبزبات اللي موجوده ده عكس التو سيستم زليفاته كان واحد فيهم بيطلع ثابت مستقر واحد تاني كان بيطلع بدون زبزبات صحيح راح للمال انا هي بس بدون زبزبات لكن السيستم ده اصبح يعاني من بعض الزبزبات اللي موجوده بحيث ان الزبزبات ده هتأثر في التشغيل بتاع طبعا تفاصيل للمنظومه ده بالكامل هنشوفها ان شاء الله في المحاضرة الجاية انا بس اتكلمت النهاردة عالتايم رسبونس ازاي لما السيستم يبقى موجود ازاي لما يكون عندي شكل الامبوت اه ده رحصه عالتايم رسبونس وهو ما فيش حاجه جديدة في المحاضرة هو بس كل الجديد ان انا ازاي ان انا ارسم وتعلمت جزء جديد ازاي لما يبقى فيه اكسبنينشا المعصاين يعني ده هنشوفها كتير بعد كده ده شكل التايم رسبونس المحاضرة الجاية ان شاء الله هنتكلم على لما تكون السيستم ساكن دوردر الاشكال التعاملات المختلفة بتاعته هتبقى عاملة ازاي وده اللي ان شاء الله باذن الله شوفوا معكم محاضرة الجاية واتمنى لكم التوفيق وربنا يسلمكم ويعافيكم يا رب ان شاء الله